نيجي بقى اللعبة اللي جاية دي أحمد الغندور ما شفهاش ويعني عايزة اقف حاجة هنا شان انت اتنقشنا فيها يمكن الكابتر وليد تتكلم معاه فيها حتة الشد والمسك ممكن المسك يا كباتن لو تشد من الفانيلا ممكن ما اصرش على حركة اللعب في التقدم صح دكتور طاب مش كده لان ممكن الفانيلا بتتشد معاه لكن اليد لو تشدت خلاص عاقة الحركة فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب الاهلي وعتلاقه اللاعب حتى يعني مش بيقع للأمام لو هو بيمسك ليه بيقع لوراه معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاوه فبالتالي هنا طبعا هنا الخطأ وده خمطة الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وراكة الجزاء يعني والفار فينا كانت الفار ما شافش خلاص بقى حسابه العكس حسابه العكس يعني انا عايز اقول ان اللعبة دي حتى الفار ما شافش الحاجة لكن انا عايز اقول ان يعني احمد الغندور كان يعني لعبة الشد قريب يعني لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش عنده ايه انا ما اقدرش راحكم في دي لكن الخطأ موجود والمسك موجود والعقود لابد من احتسابه نتكلم في الوقت الضائع طبعا اللي تكلمني فيه كابتن قوليه برده احتساب الوقت الضائع كابتن مش بفيش طايم كيبر للحكم انه يقدر يقول ديئة ما يقدرش لكن هو بيقدر وطبعا هنا التقدير لازم يكون قريب من الواقع وقريب من الصحة ما ينفعش يكون الوقت مثلا الضائع ثمان تسع دايق والحكم يدي اربع دايق لكن لما تقول يومها ثمانية يدي خمسة يدي ستة مقبول يعني قرب من الرقم لكن ما ينفعش يقولوا الرقم مثلا سبع دايق ويدي اربع دايق لا بعد فانا شايف ان فيه كانت يعني دجلة تلت تغييرات في الشوط التاني والنادي الاهلي تغيرين يعني خمس تغيرات بدئتين ونص بدئتين ونص يعني انا بتكلم الى جانب فيه كان اللاعب برضو مصاب الى جانب انه هو لما احتسب الاربع دايق لاعب تم يعني كان واقع في الارض بيعالجه وهو عملوا تغيير اثناء اللاعب فطبعا هنا انا عايز اقول ان الوضع كان لازم يكون يعني انا شايف ان الاربع دايق فعلا الاعتراب بتاع النادي الاهلي واللعيب عقب المباراة على الوقت الضائع فتساب الوضائع كان عنده يعني تحس ان هو مش قريب من واقع الرقم اللي كان في الوضع يحتسب حتى لو كان عمل خمس ازاي ابعتقد ما كانش حد هيتكلم عمل خمس ازاي ست دايق كان يبقى ارب من الرقم اللي ممكن يبقى مقبول لدى الفريق اللي هو في صلحه احتساب الوقت الضائع طيب كابتن شرناوي ضربة جزاء لم تحتسب للآله وبالمناسبة حتى في الفقرة التحليلية بتاعته ضربة جزاء اخرى حللها كابتن شرناوي لم تحتسب للآله كابتن شرناوي يعني كشف عن اهدار حق الآله في ضربتين جزاء وفي الوقت والوقت الخانونية يا جماعة لمسألة يجب مراعاتها لان وقت المباراة دي ده جزء من قانونية المباراة مسؤولية الحكم لا تتوقف عند ان انت رفعت اللوحة وقلت اربع دقائق طب الفريق الاخر السالك لاربع دقائق ما تلعبش منهم يجي دقيقة خلاص انت مسؤوليتك امتهت يعني هل ده شكل قانوني من اشكال الحفاظ على وقت المباراة ده كان رأي الكابتن شرناوي وقاموا بك